النشر الرئيسي من الفضائية الجادية أهلاً وسهلاً بكم قام مؤخراً وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان البروفيسير أحمد محمد حسن بزيارة إلى دولة النيجر تم من خلالها التوقيع على اتفاقية التعاون بين شات والنيجر ومالي وذلك في إطار التعاون القضاء ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة بين هذه الدول السلاسة الموقعة على هذه الاتفاقية التفاصيل لدى عبدالله هارون بغرض وضع الاستراتيجيات الحمد جاءت مناسبة توقيع هذه الاتفاقية بين شات ونيجر ومالي وتدقل هذه الاتفاقية في إطار التعاون القضائي المشترك بين هذه الدول السلاسة وذلك للتصدي للجرائم المنظمة وعملية التحريب والتجارة بالبشر بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وأكد وزير خارية النيجر أثناء توقيع الاتفاقية بأن هذه الاتفاقية هي بمثابة تعاون قضاء مشترك لتنظيم الأقوبات المدنية والاجتماعية والإدارية ومتابعة الأشقاص داقل هذه الدول وأضاف في قوله إن الاتفاقية ستفتأ عفاق واسعة لتبادل المعلومات القضائية الحمى بين الدول الموقعة وقلال المناسبة تمت قراءة نص الاتفاقية والتي سيتم إرسال محضرها إلى الدول الموقعة ترجمة نانسي قنقر